السلام عليكم هنالله شباك يا حكرا يا أرس نزيد جينك في الحلقة الثانية من سلسلة محاكمة بناء البيوت يب هذه الحلقة الثانية للي تذكر قبل سنة كاملة بالضبط صدق ما بالغ ستة عشرين ستة قبل سنة كاملة نزلنا عن اللعبة لكن كانت ديمو كانت حلقة واحدة وكلكم تحمسون وقتها أني أكمل اللعبة فنزلت اللعبة كاملة وأكثر من جيم مود في اللعبة لكن بحكم من السلسلة هذة جديدة فنزلت اللعبة كاملة فنزلت فنزلت حلقة هذه الحلقة الأولى واشتركوا بالقناة وكتبونا في التعليقات هل تريد أن نكمل أم لا لعبة بلدر سميليتر لدينا العقود اللي يوفرونها لنا اللعبة لكي نبني بيوت ونأخذ عليها فلوس لديك الساند بوكس هذه اللي أتوقع أن يكون كل شيء مفتوح لا يوجد فلوس لا يعطونك فلوس معينة التصميم الداخلي للبيوت لديك تتوريال لديك المخطط والتخطيط دعوني ندخل على الكنتراكت دعوني نبدأ بأول عقد بناء جانا كنتراكت ون فونديشن سبعة بسبعة المعادة لنذهب إلى الكنتراكت دعوني نبدأ مرة متحمس للعبة أذكرها قبل سنة كاملة لكانت مرة حلو ومحكمة أصبح لكي عمل جيدة لا تعتقدين يا صديقي؟ كل مستوى حسناً، يجب أن يجب أن تحققهم بإصلاح المشاكل وفوق عليمت المهمة حاليّة إيّ قلّة تجد محفر كيف نحفر، على شكل سياسي بساطة، لأننا كل شيء من شكل سياسي دعونا نأخذ الشفول لقد نحفر فيه دعونا نحفر رهيبة مرة، اذكر لعبة مرة أسطورية تعلم كيف تكون مقاول محترف طبعاً، تعرفون أنها مقاولة خاف ربي فلازم أشتغل الصح دعونا نحفر هذا وأسهل حلوين حلوين أحلى شيء إنما رحنا نسوي البيت كامل فقط الفاونديشن أساسيات طيب ويركني فايني 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 بسيطة بذكرها لازم نطلع التابلت هنا في التابلت حاليا نحتاج الفاونديشن عندنا الوول عند الكمكريت عندنا الأشياء كثيرة راح نمر عليها إن شاء الله حتى ستيرز موجودة لكن حاليا نبغى نركز على الفاونديشن فخلونا ناخذ والله مية كثيرة بكم سبعين ألف ما عندي سبعين ألف أبغى جيب عشرة بس أوكي وأبغى من هذه برضو عشرة ما أتوقع بتكفينا عشرة بس خلونا نحاول خلونا نشوف لا لا ما رح تكفينا والله بل اسم الله خلونا نحط الله يا أخي شعور أسطوري وانتحط هذه طيب الواضح شبابنا ما يكفينا ع شعور أسطوري وانتحط هذه طيب الواضح شعور مرة مرضي وحلو وانتحط هذه الأشياء بحلو خلصنا الخطوة الأولى اننا نحط الخشب طيب دعمنا الموضوع بالخشب الآن لازم ندعم الموضوع بأيش نحط في النص حديد خلونا ما نترك ولا واحدة لازم نحط فيها كلها وزي ما قلتكم أنا مقاولة خاف ربي فلازم أعمل بجد عشان مو الشركة دي تحط لبيت حقها لان هذي شركة يقول نبغى بس تسوينا فالنديش ما ودي يحطون المؤسسة حقتهم هنا او الغرفة او المستودع فجأة ينهد عليهم انا ما بغى يصير كده اخر شي انا اخذ ذنب على موتتهم اقي هذي المنطقة يا سلام يمكنك تصوير كونكريت اند اوكي ايزي لحين جماعة لازم اعبي في النص هنا كونكريت او السمنت فنجل الآلة هذي نجل الخلاط يقول لك عندك ووتر والسمنت والستان هو يبغى ايش فيها المورتر فيه الكونكريت انا ابغى كونكريت اضغطنا عليها شوفوا تغيرت صار لازم نضيف قروفل فا بكل اختصار روح نجي هنا ناخد الشفل طيب مفرض الادوات تكون موجودة ياب موجودة ناخد مثلا الساند ونحط هنا تمام شفتوا الساند نحط هنا برضو نحط زيادة ساند وعني يمديني يسويها بطريقة اوتو ابواريكم الحين وش قصلي بالاوتو شوفوا الآن الساند عبينا ها يمديني عبي بس هو يبغى اوتر صح انا ابغى اريكم قبل ما اصوي اوتو ابواري روح اجيب الموية يب الموية الآن ما في خرطوم موية زي اول شي مرة رهيب تروح بنفسك للبحر ارض الله الواسعة شوفوا عبينا موية شوفت كيف يا جماع صار بالحين في الدلو حقنا في موية خلونا الحط الموية هين راح تتعبه بالكامل إن شاء الله لا والله باقي ناخد نعبي 필 ý خلان نعبي خلان 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 خلاص خلاص شوفوا يجازоды حط السمنت حطو مثل القوت ل essesمنت الحادثة او حط برضو الكومكرييت لكن دعوا نجردا حركز الاوتو العطو يعبيك ياه بالكامل كما تشوفون سواها بالكامل عشان نختصر بس اللي هو التيتوريال خلاص خلاص نسويستوب ثم دعونا نتعرف هذه كلها موجودة أيام التوتوريال طيب حلو رجع 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 ممكن نحتاج نخلط مرة ثانية السمنت والكونكريت دعونا نروح هنا و دعونا نعبيها كلها بالسمنت حلوين حلوين عبي 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 شعور جميل يا أخي هل تكفينا هذه ولا لا توقع لازم نعبي زيادة صراحة أحس لا توقع هلا تفعل فعلتة يا تعاني فتاة المصبخة حسنا حسنا العرب بأسرات منزل الححيال يتأكد غير محكمة و مضحكة أعني حاجة حديث فعلت بأسرات بلدر مرحباً! كيف نركب له الدرائش أو الطاقات برض الأبواب وشي تسمون الدرائش عندكم؟ ينسمونها طاقة يقول هذا شخص سوى عقد شراكة وعقد بناء مع واحدة من الشركات يقول امتهى عقدهم قبل ما يخلصون شغلهم لا بيبان ولا درائش خلصوها زي ما تشون هنا البيبان هي الدرائش ما خلصوها بعدها وشت الشغل الخائس والله يا شغلهم مرة كئيب زي إننا خلص هذا يقول بيلدر مدريش اسمه ذا اللي تويتكلم يقول لحين جاء دورنا ازهلني وندرس الموضوع عندنا باب عندنا باب قراج تقدر تقول هنا عندنا قراجين وباب اثنين ثلاثة ثلاثة بواب وقراجين ودريشتين مضبوط مضبوط نفس اللي في بالي طيب خلونا نفتح التابلت حقنا خلونا ندور على البيبان والدرائش خلونا نروح الدورس عندنا هذا الباب 350 عندنا هذا الدريشة 300 طيب نبغى زي ما قلنا دقيقة أنا بس عشان أتأكد قدرون الظاهر ما في قراج ما في قراج يا جماعة فالظاهر هذا الباب يعتبر هذا شوفوا هذا الظاهر يعتبر بابين نتأكد بعد شوية خلونا نطلب من هنا عشرة نطلب من هذا عشرة أواف يعني معنا خمس آلاف خمسمية ولا حنا ما نحتاج زيادة شوف الباب فعلا نحط هنا ممكن هذا قراج خلونا نروح لهذا أوكي نسوي لأجزاء أوو يمكنني نسوي لأجزاء شوفوا شوفوا المصدرة اللي معاي هذه حقة النكتوازن خلونا نسوي لأجزاء أجزاء لأجزاء اللون أخضر لنذهب بلايس يمديني ألون أختار اللون المناسب شوفوا ماللهي رأني محتار خلا بني ما توقعني راح أغير والله هذا طيب على لون البوية اللي عندهم لأنا ما قال غير البوية لو قال غير ممكن أضبطه باللون أبيض لكن خلونا نضبطه باللون أبيض تمام حطينا الأول خلونا نروح نحط الثاني هنا خلونا نفس الشي تمام اللي بعده بقلنا دريل وبقلنا مسامير ركبها ديم والله حماسي يا عيال توني يدني والله يلا يلا شتغل شتغل حلو يا عمري شف بالدريل ندخل المسامير نايس خلصنا هذه المهمة خلونا نروح لبيبان الثاني نسوي نفس الشي أربع مسامير حلو تكفي أربع مسامير تمسك الباب حلو أربع مسامير راح تمسكنا الباب إن شاء الله وتأخذ الحلقة هذه أو الإطار تمام الأساس طيب الآن يمديني برضو أختار الشكل راح نختار نفس الشكل الباب عشان ما يكون الوضع مشوه نروح لدريشة الثانية اللي هنا خنسوي لأجست خلوين نفس الشي هذي وشه هذي أوه هذي ورلا دريشة أطلعت أولا تقوم باب سحب باب سحب كبير برضو خلونا نروح هنا وسوي لأجست حلو أبلاي لاتس جو طيب الآن يا جماعة خلونا نجيب الدريل أتوقع برضو بنحتاجها هنا أوه شوف المسامير شوف كمية المسامير يلا يلا خرم بيبان ضبطها ايو والله هذا باب قزاز باب قزاز سحب والله مرة حلو شفتوا هذي الفراغ لازم نضبطها الهين طيب خلصنا المسامير آه باقي لنا قطع لو تلاحظون باقي لنا هذه الأشياء هذه القواعد باقي نحطها إن شاء الله بنشوف بنجيبها طيب خنركب طيب الآن خلصنا من الدريل أعتقد والله العالم لا مو هذي مش اللي حنا بنحنتاجها خلونا نفتح فوق عيسار لو تشفون الليست يقول لك باي وينوز عند انسير إن أبروبيات بلايس حلو سكرو سكروز اوكي نحط المسامير ضبطها بلايس الوجز الوجز هذي نبغى نشوفها اللي هي التي تقدر تقول قواعد أو الأطراف طيب يمكن نشتريها خنشوف اللي هي الوجز وين الوجز لا هذي كوبلستون ما نبغى ولا ستيرز هذي أشياء تجهزية للجدران وهذي أشياء للأرضيات ما ظاهر في شي هنا يا جماعة طيب طلعها هذه لازم نجيها باليد ونحطها كذا أوكي تمام حط هذه حطها 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 ممتاز حلوين أووو دعونا نسوي لهادي adjust نحط القاعدة حلو واللي ورا برضو لازم نطلع لها هذه نضبطها تمام حلوين طيب نفس الشي مع البيبان هذه دريش كبيرة معلش أرى سمينت و ساند و غراض وراء ظاهرنا رح نحتاجها برضو ذي الأشياء والله شوكو مرتب دائم طيب خلني جي هنا نحطولي هذي من بره البيبان من بره حلو بلايس 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 بعدين هذا الباب وركبناه ممتاز خلوز يا السلام حلو هذا الباب الأول وضبطناه نجي الباب الثاني اللي وراء نحط القطع برضو الناقصة تمام هذا الباب وضبطناه حلو باقي آخر باب لتس جو هذا الباب الأخير وضبطناه حلو طيب هذي الدريشة باقي ما سويناها قاعد أشوف أشياء أبوريكميها الحين اللي هي هذي ثواني هذي تشوفون هذي أوكي خلصناها كافو الله يسعدك حفيقي خلصنا توقعت أن رح نصبغ هذي أو رح نسوي به الشي وفينيشت آور ساكن جاوب خلصنا مهمة الأبواب والدرائش كونجراجوليشن كافو حلو مهمة ثانية جدا جميلة طيب خلنشوف الكنتراكت الثالث العقد الأخير معنا اليوم عبارة عن إيش قولك دور ويندوز أوكي نفس اللي سوينا عقب شوي بارتشن وول أوكي رح نحط جدار عازل بارتشن وفيه روف تقف حلو والله مره بتحمس المهمة الثالثة والكنتراكت والعقد الثالث حالة وسهلة جماعة لتو بربر وقال صاحب هالبيت أصلا أصلا مقاول وشخص رعي بناء بيوت لكنهم عائلة امرضت فيبغى شخص ثاني يساعد في بناء البيت فقال هاي فرصة جدا مثالية ان ناخذ علاقة معها علاقات قوية معها فان يعطينا مثلا اقتراحات بعدين يفيدنا ممكن فخلونا نروح للدور خلنشتري نفس الفكرة عشرة بيبان وعشرة ستقول ليش نشتري عشرة عشرة خلونا خلونا نركز طيب عندي باب باب بابين ثلاث بيبان والدريش كم عندنا عندنا واحد اثنين ثلاثة اربعة ثلاث بيبان واربع دريش ليش قاعد احسب؟ نحط رقم واحد واحد اثنين ثلاثة ليش قاعد احسبين؟ ممكن بعدين نتورط بالفلوس محتاج فلوس عشان هذا خصوصا هذا عنده بارتشن وول عنده روف نشتري خمسة دريش طيب خلونا نبدأ بالدريش هالمرة وش رايكم نغير اللون؟ لون ابيض احس لون ابيض بيكون مرة حلو ما ادري ليه بس كذا احس يعني لو اقدر اصبغ البويا بيكون مرة شيء اسطوري مستقبل مستقبل انا متأكد مئة بالمئة ان المستقبل راح نتحكم في الصبغة البيت وكذا راح يكون مرة شيء حلو اوكي باقي انا شاري واحدة زيادة انا لشرت خمسة اوكي زيادة ولا نقصام مالي 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 خصوصا انه مدينة نبيعت بس عشان اوه أصلا هاذي ديزاين احسنوني اغلطت لا لا ماغلط أبدا لماغلط سنشوف هالي مديني اسوى حركة انه اغير اللون في هنا نظام صبغة و Student وش هذة اوه اوه و Pasteur حلو دي حيال حلو اقوم ان ا meanings حلو though مستقبل مالحم 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 الط unst Sut ابتين من ر Pars ‫طيب خلونا نرح طريقة لتدريل وlassاتぞ باقي هذاا عارف في الأبواب والدرائش الآن بس نتأكد لازم نسوي دبل تشيك هذا الباب خلصناها هذا الدريشة خلصناها باقي هذا الدريشة لازم نشيك حشان نخلي شغلنا محكم ما نبغى نخلي شغلنا أي كلام لأن في النهاية أصلا غيرنا كل عملائي مهمين هذا بالذات مهم مرة ليش هم مقاول فلازم نشوف شغلنا كويس يعرف أخطائنا كلها خلصنا الآن راح نسوي البرتشن عندنا بارتشن هنا لازم نعزل هاذي طلعت فجأة؟ يمكن برضو هذي نبغى نعزلها بالنشوف طيب وش نحتاج هنا؟ دعنا نقرأ من سأل ما ضاع ومن قرأ ما ضاع يقولك باي اند انسرت وول بروفايل حلو 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 معنات أننا لازم نفتح التابلة نروح عند بارتشن شفتو هذا عندنا أكثر من شي ديم والله تطبيط الولز هذي بارتشن وولز نحن نبغى بارتشن نتوقع هذي نحتاج منها دعنا نضع 10 دعنا نشتريها واحدة بواحدة لا نريد استعجل دعنا نضع الحدايد والمواصير هذي لا أدري وش هذي شي ثاني تكفي ثنتين نضبط المسامير ثبت 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 مواصير دعنا دعنا نحتاج شي ثاني لازم نفتح التابلت نشتري أعتقد هذا اللي هو اسمه بلاستر بورت دعنا نشتري منه برضو عشرة يمكن نحتاج في الجهة الثانية أو شي أوكي زي ما توقعت نحتاج أكثر من واحد هنا ثاني وهنا الثالث وأعتقد والله العالم أن نحتاج نروح للجهة الثانية دعنا نتأكد ثواني نروح نتأكد هل نحتاجه ولا لا لا ما نحتاج كويس كويس الجهة الثانية ما نحتاج فيها شي فخلونا نطلع الدريل لأنه تو بيّن لي أنه يبغى مسامير أبشر أبشرية لقد نضبط هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حلو طيب الآن وشي أبغى بالضبط هل خلصنا؟ ما أعتقد ما خلصنا كيدا في شي توقع هذي خلنشتري من هذي حبه بشوف شالفه يو الله خلنحط اوكي هذي ما أدري وشي بالضبط شكلية هذي شكلي بس لا والله مو شكلية هذي اوكي عشان نحط أكثر من طبقة حطينا طبقة عازلة في النص اوكي ديم والله حلو حلو خلنحط حين مسامير عشان نضبط الجبس هذا او الجدار الجدار الفاصل هذا بينهم طيب وش نحتاج الحين زيادة فنشوف كونكريت بلوك وهذا العازل هذا العازل طيب اعتقدنا لازم نشتري من هذا ونشتري من هذا خلونا نروح نشوف هذي وش بضع هذي هشوف رقم ستة رقم ستة بعد رقم خمسة اللي هو بعد الكونكريت هذا او الكونكريت بلوك نشوف الجهة الثانية طيب تدروني عيال توقع وراء العالم ان البرتشن سوينا لكن في الجهة الثانية بنحط فيها بلوك كيمكن ايه شفتين شباب الحين هو قاعد يعلمني في بارتشن يكون بطريقة هذي اللي هو جوبس جوبس انبورغ هذا الظاهر اسمه وفي بارتشن ثاني يكون بالبلوك فانت تسوي اللي اثنين مع بعض طيب خلنشتري زيادة خلو حطينا هذي خلو نحط في واقع البلوك الحين اتوقع او ايش بالضبط خلنشوف من هذي ومن هذي ابشتري بشو شو وضعهم اللي هو رقم سبعة وثمانية لا ولا واحد منهم واخر عبارة في المعلومات العيسر يقولك او البرتشن وول او البرتشن كونكريت باي بلوكس اندليهم لايك لود بارتشن وولد كونكريت والله ممكن يا شباب خلنشو كونكريت خلها يشتغل ونجيب هذي خليها موجودة بعدين خلنشوي اوه ما يخلص خلط ابنشوف يمكن الكونكريت لازم مصبه قبل قبل ما نحط البلوكس فهذا الشي المنطقي صراحة خلو نسوي كذا ونضغط D نقبل الكونكريت كله حلو اوكي نرجع نرجع هذا يالله خنشوف هل يمدينا ندخل العربة جوه ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم طيب خلنشوف لو رح ناخذنا كده طيب أباشوف هل يمديني حط هذي فالأرض والله نفس اللي فبالي نفس اللي فبالي جت صح يا جماعة حلوين حلوين طيب الآن رح ناخذ البلك حلو 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 نحط هذي حط الصب فوقها عشان نحط البلك نايس لازم اشتري بلك زيادة ونشاطينا ميت حبة عشان ما ينقصنا شيء معنهم مكتبوها يا شباب نروح وجب ومدري إيش بس المخ مخ مخ نحط هنا 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 يلا خنليص هنا زيادة تليص 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 بعدين برضو حط البلكات إمكاني ترى حط البلك أسلا بيكون مره بكلب طيب دقيقة نحط هذا نفسه 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 حلو طيب أنت حين رياب تتورط وش وضعك كيف ترقى فوق بس بكل بساطة نسوي الروتيت حتى تحطين مقاسات يا ساتر نرقى فوق حلوين الحمد لله بعد كل تليص هذا لا يحتاج أن نروح عبي مرة ثانية هذا أحلى شيء حاطنا بعدها نروح مهمة مرة حلوة يا شباب اللي هو السقف باقي زيادة فوق ممكن تطلع عني زيادة فوق حلو خنجيب البلكات حط 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 لنذهب يحتاج لكي ترى الروف فقط يمكنك أن تضع الروف بيامات فوق بسيطة تقوم بسطلع بسم الله الرحمن الرحيم يا أخر شيء يا عيال شوف كيف يدخل على اليمين وينه؟ هذا هو ابن الذين تقبل شوي كان جاء يمين انا بتاع تسويت كذا يا الله عمون اجماعة في شي انا مرة عجبني قبل نروح لهو هذا عشان نقدر نرقى فوق سلام سلام شوفوا كيف نرقى فوق يا السلام طيب حنا زي ما قال نحتاج بلو برينت طيب خنشوف هذي اللي هي بوسيشين ريسيت بره رجعني هيا باي اروف بلو برينت سليكتت بروم الانفنتوري ان ترى انجل اوه طيب ابشار 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 بعدين نشتري البلو برينت اوشي كومنت اسفول طيب ببيع سل ابغا ببيع هذي كلها كوف ترجع فلوسنا كلها اول 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 شفتو رجعت فلوسنا يا حسلا عاطنا من هذي وعاطنا من هذي وعاطنا من هذي اجرينا محتاج زيادة بسي الله فانشوف اوكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نتأكد مرة نتأكد هذه الخشب أول يا ساتر الخشب لازم نعبي هذه كلها خشب بعدين نضع لطوب هذا أجمعناتها نذهب هنا ونشتري من هذه 100 توقع هذه الخشبة طيب الحين ريان وراك نحشرت نتأكد يا سلام شعور جميل شعور جميل نضع لطوب هذا أتوقع أني لازم أرقى بعد قليل دعوني أضبط اللي أقدر أضبط من تحت بعدين أضبط فوق لكي لا أزحلق بس كده أسرع طيب باقي أني أروح فوق دعوني نسوي تسلق دعوني نسوي بركور حسنا حسنا هيا 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 ييهاااا السلام عليكم